يا مساء الخير وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ معكم في نهاية موسم طويل صعب ممتد ولكنه موسم من أنجح موسم النادي الأهلي ختموها بمبارات المصري في دور التمانية في الكاس ورق منتدى الحقيقة يعني تحسب لرجالة النادي الأهلي والجهاز الفني في مباراة كانت صعبة مباراة كانت قوية أقدم فيها المصري كل ما عنده أقدم فيها علي ماهر أقصى ما عنده لكن في النهاية كانت النهاية النكحة لمارسل كولر ولكتيبة النادي الأهلي بالفوز بنتيجة 2-1 كل الحقيقة نجوم النادي الأهلي والكلام مش على مباراة المصري فقط لكن الكلام على مشوار امتد لأكتر من 11 شهر خاط فيه فريق النادي الأهلي 60 مباراة في مختلف المسابقات الدولية والقرية والمحلية ونجح في تحقيق كل الألقاب اللي نافس عليها باستثناء لقب بطولة كاس العالم نودع موسم وإحنا متطمنين مرتحين فرحانين وبنستعد لموسم جديد يظهر فيه وجه جديد للنادي الأهلي على كل المستوات أنا عارف أنه فيه كلام كتير حقيقة أنا حابب أشكر يعني كل القائمين على كرة القدم في النادي الأهلي بداية من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة السابق كابتن مارسل كولر المدير الفني دكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي وكل العاملين في الجهاز الفني والطبي والإداري للنادي الأهلي نجوم النادي الأهلي اللي كانوا الحقيقة نجوم فوق العادة واللي كتبوا الحقيقة تاريخ كبير جدا جدا الموسم ده وخصوصا بالتتويج بالبطولة الأفريقية وعدلوا الإنجاز التاريخي اللي حققوا نجوم بداية الألفية وفازوا باللقب لتلات مرات من أربع نسخ وإن شاء الله بإذن الله قادرين يكسروا الرقم القياسي وإن شاء الله الموسم اللي جاي هو موسم التحديات عندنا بطولات كتيرة جدا وده دايما تحت المنظار فكرة أنك أنت شايف مش بس الموسم اللي جاي الرؤية المستقبلية لفريد النادي الأهلي في السنوات القادمة وخصوصا أنه كل مدى التحديات بتزيد وكل مدى البطولات والمنافسات بتبقى أقوى بتبقى أطول وبتبقى أصعب وبالتالي دايما لازم يكون عندك الرؤية كابتن سيد عبدالحفيز هو بطل التمانية أربعين ساعة الأخيرة والأسئلة اللي جات لي أنا شخصية من كل الناس حتى الناس اللي مش مهتمة بالكورة والأسئلة اللي بشوفها على السوشال ميديا وتعلقة بسيد عبدالحفيز واسم سيد عبدالحفيز إن كانت بتعكس شيء فيبتعكس كم كبير جدا واحد من الحب اتنين من التأدير تلاتة من الاحترام وأربعة وخط تحت أربعة دي الثقة الثقة من جماهير النادي الأهلي العريضة في اسم كابتن سيد عبدالحفيز عايز أتكلم مع حضراتكم بالتفصيل وعايز أدردش مع جماهير النادي الأهلي سواء في ما يتعلق باسم سيد عبدالحفيز أو اسم خالد بيبو أو اسم وليد سليمان وده يكون يمكن محور حلقتنا النهاردة بس اسمحوا لنا قبل ما نبدأ حلقتنا وندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم طيب سيد عبدالحفيز أنا شخصيا حاولت التواصل مع كابتن سيد لكن أنا متوقع ومتفاهم تماما طبعا والقصة مش قصة النعرع في التفاصيل وأسباب وانطباعات لكن فكرة إنه وده كان هدفي الأول كابتن سيد في اللحظة دي حابب يقول إيه لجماهير النادي الأهلي لأنه وده لما هيحصل كنت أتمنى أنه يحصل وما زلت أتمنى أنه يحصل من خلال شاشة النادي الأهلي لأنه أنا متأكد يقينا بما لا يدعم مجال الشك إنه العلاقة بين الأهلي وبين سيد عبدالحفيز والعلاقة بين جماهير الأهلي وبين سيد عبدالحفيز أبدية ما لهاش علاقة ولم ترتبط في يوم بالأيام بوجوده في منصب من عدمه أو وجوده داخل الملعب من عدمه ثقة في إخلاص وانتماء سيد عبدالحفيز اللي الترجم بالأمر الواقع على مدار السنين طويلة جدا بتتكلم على مشوار من العطاء كلاعب وكأداري ممتد لأكتر من 30 سنة ما فيش موقف فيه خروج على النص ما فيش موقف فيه إلا وأكد سيد عبدالحفيز إنه واحد من جماهير النادي الأهلي قبل ما يكون من نجومه أو من إداريه اللي بيموتوا عشقا للنادي الأهلي فبالتالي القصة مش قصة زي ما حاولت الأسف الشديد جدا يعني طبعا هي دي دريبة السوشال ميديا دريبة فاوضة السوشال ميديا اللي حاولت تنقل للناس صورة في ظني وفي اعتقادي ليس لها علاقة بأصل الأمر لا من قريب ولا من بعيد وفي أسماء كتيرة جدا ارتبطت بها جماهير النادي الأهلي في مناصب مختلفة جوه الملعب وبرى الملعب ما كانتش مصدقة أنه ممكن يجي لحظة من اللحظات والناس دي تمشي ويجي بدلها أسماء تانية وشان بس الموقف ده ما هواش موقف جديد الموقف ده بيتكرر وانت يمكن وانت بتتفرج على دوقتي مستني أنا أقولك الأسباب إيه زي ما بتسئل أنا يعني بقالي 48 ساعة مبارح والنهاردة ما بس يعني ما فيش سؤال بيتوجه لي على على الموبايل أو من الناس اللي بقابلها إيه قصة سيد وليه كابتن سيد وليه سؤال منطقي جدا وليه بيعكس أنه في حالة استغراب لأنه مشوار سيد كمدير للكرة في النادي الأهلي كان ناجح جدا كان ناجح جدا على كل مستويات وده اللي أكده النادي الأهلي بالمناسبة وهو بيوجه الشكر والتحية لكابتن سيد وبالنسبة للجمهور الرجل ده قام بمهام عمله بكفاءة عالية جدا فممكن يكون القصة فكرة السؤال أو علامة الاستفهام محل الاستغراب منطقية جدا واردة جدا ومن حق جمعين النادي الأهلي تسألها السؤال هنا ليه بنحاول أو ليه للبعض بيحاول أنه يصور أنه القصة هي نهاية علاقة بين سيد عبد الحفيز والنادي الأهلي موارد جدا وده يقينا برضه وأنا بقول لحداك أنا ما عنديش معلومة واضحة وصريحة أنا ما عنديش معلومة يقينا نهايك لكن من الورد جدا أن الموضوع ده يكون نقلة ما احنا شفنا في أوقات كتير جدا قامات عظيمة أساطير للنادي الأهلي شرفوه في الملعب واستمرت مسارتهم ورحلة عطائهم بل أن في بعضهم تقلق في مناصب وتدرق في مناصب حتى وصل إلى رئاسة النادي هو كابتن الخطيب مش في يوم الأيام كان واحد من نجوم النادي الأهلي وبعدها تدرق في مناصب عدة لغاية لما وصل لرئاسة النادي الأهلي كابتن صالح سليم القصورة والرمز كابتن حسن حمدي فليه بنحاول نصور الموضوع أو القصة على أنها نهاية علاقة أو على أنها يعني خروج من الباب الصغير أبدا لن يكون يقين أن تعامل النادي الأهلي مع أولاده المخلصين أبدا مش ممكن يكون بالصورة اللي حاول البعض أنه هو يوصلها على السوشيال ميديا ومن الولد جدا أنه يكون خروج من باب إدارة الفريق لباب أوسع وباب أكبر وكابتن سيد عنده من الخبرات اللي أنا متأكد أنه الأهلي هيكون حريص على استغلالها لصالح اسم النادي الأهلي في أي موقع وآي كان صعب قوي عشان برضو بعض الأشارة لفكرة أنه الموضوع حصل فجأة وده أثر سلبا على استقبال كابتن سيد للقصة صعب جدا جدا أنك أنت تاخد أي حد فينا أي حد فينا ممكن يتعرض لقرار ممكن ما يكونش على هواء أو مش حسب ما هو مخطط له أو مش متوقع أنه ممكن يكون جاي أنك تاخد منه ربض الفعل في ساعتها صعب جدا ففي النهاية كابتن سيد عندي ثقة ويقين وده الحقيقة النادي الأهلي طرحه سواء في لجنة التخطيط أو سواء في شركة الكور الحقيقة خليني أقول لكم يعني الأهلي في رسالته لكابتن سيد عبد الحفيز والجماهير النادي الأهلي قال إيه النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب المشرف عام على الكورة ورئيس النادي كان فيه اجتماع مع لجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح وعضوية كابتن زكريا ناصف وفي حضور أيضا كابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وجهه التحية والشكر لكابتن سيد عبد الحفيز والجميع الحقيقة في الحضور عبروا عن تقديرهم لمسيرة سيد عبد الحفيز وإنه واحد من أبناء النادي اللي حفظوا على القيم والثوابت الخاصة بالنادي الأهلي ومتأخرش يوم لما تم طلب الاستعانة بمجهوده ويستحق كل التقدير وفي نفس الوقت في رؤية مستقبلية لقطاع كورت القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القدم كابتن محمود الخطيب عرض أثناء الاجتماع على كابتن سيد عبد الحفيز أنه ينضم كعضو المجلس إدارة شركة الأهلي كورت القدم وعضو بلجنة التخطيط عشان الأهلي يستفيد من خبراته الأدارية والكروية في الفترة المقبلة وآن كان قرار كابتن سيد اللي بزل مجهود أنا متخيل أنه في فترة عمله وخصوصا في المواسم التالية الأخيرة فوق طاقة البشر سواء كان قراره بأنه يخدم النادي الأهلي في موقع مختلف أو كان قراره بأنه ياخد فترة راحة أو كان قراره حتى أنه ياخد كارير أو طريق مختلف كابريك أنا ما عنديش شك أنه في يوم الأيام اسم سيد عبد الحفيز هرتبط باسم النادي الأهلي مرة تانية مهما كان المسمى الوظيفي أو مهما كان المجال اللي يشتغل فيه من ناحية تانية في نفس الاجتماع قرر النادي أنه يصعد كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل كموديل كرة في منظومة الفريق الأول وده خلال طبعا نفس الاجتماع وقرر أيضا الحاضرين في الاجتماع أنه كابتن وليد سليمانيا تلقى أو يعني يعني يبقى مسؤول عن قطاع الناشئين في النادي يخدوا بالكم أنه كابتن خالد بيبو يعني واحد من الكوادر النكحة جدا في النادي الأهلي ترقص قطاع الناشئين لمدة أربع سنوات كان مدير للأكاديمية لمدة سلتين بالإضافة أنه الحقيقة واحد من الأشخاص اللي كانوا حرسين جدا على تطوير قدراتهم حصل على عدد من الدورات في الإدارة الرياضية ودورات معتمدة من الفيفا اتحاد الدولة الكرة القدم وأيضا اتحاد المصري واتحاد الأفريقي وطبعا وليد سليمان تلقى أيضا عدد من يعني فترة أعداد مناسبة جدا ونتم تأهيله أنه يتولى قطاع الناشئين وتم منحه كافة الصلاحيات والأتنين الحقيقة من كبار النجوم اللي أقدموا برضو مسيرة عطاء وأعتقد ما فيش حد يختلف فينا على اسم وقيمة لا خالد بيبو ولا وليد سليمان اللي بنتمنى لهم طبعا التوفيق في مهام عملهم الجديدة ونتمنى إن شاء الله يكونوا كانوا أصحاب بصمة ونتمنى إن شاء الله أنه الفرصة اللي أتحالهم النادي الأهل يكونوا فيها أصحاب بصمة مهمة وقوية طيب من أخبارنا النهاردة خالد عبد الفتاح ألف سلامة كابتن خالد خالد عبد الفتاح الحقيقة يمكن قدم أوراعة ماده الموسم ده لأسف شديد جدا إصابته اللي تعرض لها في مباراة المصري قدت أنه يكون عنده عملية جراحية لأنه تعرض لكسر في الترقوة والإصابة دي هتبعد خالد عن الملاعب تقريبا لفترة شهرين ويمكن الجهاز الطبي كان عمل أشعة لخالد عبد الفتاح أثبت التعرض والإصابة بكسر في الترقوة وده طبعا لما خلهوش يكمل المباراة وفضل الجهاز الفني أنه يخرجه وهتستغرق القصة دي تقريبا حوالي شهرين ده معناه أنه فترة لفرقة النادي الأهلي وواحد وعشرين يوم ومن بعدها فترة الإعداد خالد هيكون غايب عنها إن شاء الله ألف سلامة كابتل خالد وإن شاء الله ترجع أحسن وأفضل من الأول طيب نروح للمنتخب الأولمبي وخدوا بالحضراتكم من المنتخب الأولمبي هيعاني فترة اللي جاية يعني يمكن التزامات مع بداية الموسم التزامات الأندية المصرية والتزامات المنتخب الأول سواء تصفيات كاس عالم أو تصفيات منتخب أو بطولة كاس أمم أفريقيا أو مشاركات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية حتكون مصعبة إلى حد كبير جدا أجندة منتخب الأولمبي عندنا طموح وعندنا حيلم في أولمبياد باريس نتمنى أن منتخبنا الحقيقة لقدم نسخة رائعة من بطولة أمم أفريقيا وسل المباراة النهائية ويمكن لو اتكرر سيناري المباراة النهائية دي بشكل مختلف كان ورد جدا المنتخب يقدم أو رائعة ويفوز باللقب لكن أبدا اللقب ما كانش الهدف الأول الهدف الأول هو الوصول للأولمبياد وده حصل والأهم من ده كله أنك أنت تروح للأولمبياد عشان تحقق ميدالي ويمكن روجيرو ميكالي في حالة تواصل مع كابتن باركات المشرف العام على المنتخب الأولمبي مستمر كلامه على فكرة أن المنتخب الأولمبي تلقى عرض المنتخب الوطني في الفترة اللي جاي عشان يشارك في دورة الععاب الأولمبي في باريس عشرين اربعة وعشرين مرة تانية مع حضراتكم في السادسة بعتذر عن العطل الفني وقبل ما أروح للأخبار العالمي أختم معكم قصة المنتخب الأولمبي إلا زي ما قلت لكم أن روجيرو ميكالي عايز يخود ست مواجهات ودية قبل ما يبتدي مشواره في أولمبياد باريس وفي التواصل مع كابتن محمد بركات عضو مجلس الدارة التحدي الكرة والمشرف على المنتخب يؤكد على أنه مش عايز أو يعني رافض فكرة أنه يواجه منتخبات إفريقية عايز يقابل منتخبات قوية ومن مدارس مختلفة يعني مرة من أوروبا مرة من أمريكا الجنوبية مرة من أمريكا الشمالية مرة من أسيا بحيث يكون فيه فترة عداد وبرنامج عداد واحتكاق قوي جدا مع مدارس مختلفة وده بالتأكيد بصرف النظر عن نتائج يعني لما تهمش خالص في البرنامج بتاع ميستر روجيرو ميكالي بالتأكيد هيضيف ويفيد فرقتنا قبل ما تروح إن شاء الله تواجه الكبار في أولمبياد باريس طيب نروح للأخبار العالمي وهبتدي بألمان يونيتد النهاردة إدارة ميستر يونيتد أعلنت بشكل رسمي عن التعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلند ده مهاجم عمره عشرين سنة كان بيلعب في أتالنت والعقد ده ممتد مع المان يونيتد لغاية عشرين تمانية وعشرين خلال الحقيقة الإعلان على زي ما حضرتكم شايفين كده على الصفقة والإعلان عنها منشستر يونيتد على الموقع الرسمي قال إنه تم التواصل الاتفاق مع نادي أتالنتا عشان يحصل المان يونيتد على خدمات راسموس هويلند بعقد طويل الأمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية راسموس هويلند دنماركي لعب الموسم اللي فات ده في أتالنتا في الدوري الإيطالي وسجل سبعة وعشرين هدف في سبعة وثمانين مباراة مع كل الأندية اللي لعب معها بما في ذلك عشر أهداف سجلهم في إيطاليا الموسم اللي فات اللي هو بدأوا مع أتالنتا وهو عنده تساعتاشر سنة مشواره الدولي راسموس سجل مع منتخب الدنمارك ست أهداف في ست مباريات مع منتخب الدنمارك وده قبل ما نروح للغريم التقليدي المان سيتي وده يقول لحضرتك إيه عشان إحنا هنا في مصر للأسف شديد لغاية سنة 22 و23 بنبقى مستنين اللعيبة نجربها في مباريات ودية أو مباريات بعد ما الموسم ينتهي أو بنقول عليهم نشئين مبابي تقلق في سنة 18 عثمان ديمبلي 18 إيرلينج هولند 19 أعتقد بذات يعني فجار الموهبة النهاردة بنسمع عن لعب اسمه راسموس هايلند لو نزلت سألت أي حد بيتابع كورة وحتى بيتابع دوري إيطالي يمكن ما ياخدش باله قوي من الإسم صفقة بيقال إنها وصلت تقريبا لـ 80 مليون يورو في لعب عنده 20 سنة تقريبا محدش في العالم تقريبا يعني يسمع عنه واللهم طبعا مشجع نادي أتل أنت أرقامه مبشرة ما فيش عنديش مشكلة الدنمرك ما هيش دولة كرويا يعني كل فين وفين أو كل جيل وجيل يظهر لاعب زي لاودروب زي إيركسن لكن ما هيش دولة تقدر تقول إنها يعني مليئة أو غنية بالمواهب أو إنه منتخبها دايما بينفس على ألقاب زي ألمانيا إيطاليا إنجلترا فرنسا هولندا حتى في فترة من الفترات لكن اللاعب عنده 20 سنة بيعمل نقلة كبيرة جدا يمكن في يوم من الأيام نبص الأمثلة دي الواحد بيضربها عشان يقول إنه لازم ندي لولادنا فرصة ولازم نطلع أجيال سنة دي لو قلتلك مثلا موسم ممتد بيشارك فيه 18 نادي كل نادي بيلعب فيه 34 مباراة كم لعب تحت 20 سنة ظهروا توهجوا حد خد باله منهم حد حس إنهم مثلوا إضافة حقيقية لفرقهم تقريبا ممكن يكون اسم أو اتنين مش أكتر من كده نروح للسيتي الغريم التقليدي وبطل البريمير ليج وبطل البريمير ليج اللي أعلن كمان النهاردة عن واحدة من الصفقات الجديدة تاني صفقاته النهاردة إدارة منشستر سيتي أعلنت عن ضم المدافع الكرواتي الدولي كفارديول قادما منين من ليبزيج الألماني في صفقة هتمتد المدة خمس سنوات كفارديول عنده 21 سنة برضو يعني ما هوش لعيب كبير أوي ليبزيج برضو نادي كوي صبعا في ألمانيا لكن ما هوش من أندية القمة أو من الأندية اللي بتحقق بطولات وده يعتبر تاني توقيع مع الكرواتي الدولي كوفازيتش مع اختلاف فرق الأعمار طبعا ماتيو كوفازيتش اللي وقع بالفعل اللي صالح المان سيتي بعد المشوار حافل طبعا لعب في أندية كبيرة في إنجلترا ولعب في أسبانيا وجفارديول بدأ مشواره في أكبر أندية كرواتيا دينمو زاغرب طبعا اللي قدمت عدد كبير جدا من المهواب الأوروبية لكتير من الأندية الكبيرة في الدوليات الخامسة الكبرى وخلال مشواره مع دينمو زاغرب فاز جفارديول بلقبين لمسابة الدولي الكرواتي وكاس كرواتيا مرة واحدة وكاس السوبر الكرواتي قبل ما يروح لا يبزج يتقلق فتقع عليه عين جوارديولا اللي النهاردة ليه تصريح غريب جدا النهاردة ليه تصريح غريب جدا خد بالك أنه السيتي السنة دي الموسم ده استغنى عن اتنين من أهم نجوم استغنى عن محرز واستغنى عن جندجان محرز اللي راح السعودية وجندجان راح أسبانيا وتحديدا باشلونة فكان صعب جدا فكرة أنك أنت تستغنى كمان عن واحد من اللعيبها المؤسرة أو واحد من اللعيبها اللي أنت ممكن تكون بتعتبره من أهم مفاتيح اللعبة نمرة واحد الأعمدة الأساسية نمرة اتنين محدش ينكر أن برناردو سيلفا كان ليه دور كبير جدا 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 مع منشست الستي في الموسم الأخيرة وخصوصا في الموسم الأخير اللي فاز فيه الباب والستي بلقب البطولة اللي كانوا بيبحثوا عنها لأكتر من خمس أو أربع مواسم تقريبا وهو لقب الشامبيونز دي نهاردة بيب جوارديولا بيقولك إذا كان برناردو سيلفا لا يرغب في الاستمرار معنا فأهلا وسهلا برحيله فليقدم برشونة وطبعا برشونة بيطارد برناردو سيلفا بقاله سنين وثنين ويمكن اللي زاد بالتعاجه ده في البارسا هو استغناء البارسا عن عثمان دامبلي وبالتالي أفضل من يشغل هذا المركز رغم وجود رافينيا ورافينيا واحد من أفضل أجنحة حياءة على مستوى الدوري الأسباني إلا أنه رغبة برشونة في التعاقد مع برناردو سيلفا ما زالت قائمة لكن عجبني فكرة أو عجبني فلسفة جورديولا اللاعب اللي ما عندوش رغبة أو متمسك بالبقاء معنا فمهما كان تأثيره ومهما كانت إسهاماته ومهما كانت قدراته أهلا وسهلا برحيله نروح للدوري السعودي اللي ما زالت لدى أنداته رغبة كبيرة جدا فيه استكمال قائمة النجوم اللي هتلعب فيه إلى أندات السعودية النهاردة الأهل السعودي يمكن خبر تم الحديث عنه في الصحف السعودية الأهل السعودي بيعلن عن رغبته في التعاقد مع البولندي الدولي زيلنسكي وطبعا زيلنسكي واحد من أهم عمدة نابولي في الفترة الأخيرة نابولي اللي قدم موسم ولا أروع السنة دي ويمكن ما كانش سعيد الحظ باستكمال مشواره لكنه كان يليق بأنه يكون طرف فيه مشوار طرف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الكل يتوقع أنه نابولي والسيتي في النهائي بعد موسم رائع لنابولي في البطولة وفي الدوري الإيطالي اللي أنهى فيها مشواره بلقب البطولة زيلنسكي عقده مع نابولي ينتهي في 20-24 يعني يفضل له موسم واحد متبقى دي في عقده وطبعا الحقيقة يمكن استكمالا لقائمة طويلة من النجوم النهاردة قناة الكاس القطرية قالت أنه نادي الأهل السعودي دخل بالفعل فيه مفاوضات مع نادي نابولي الإيطالي عشان يفوز بخدمات اللاعب البولندي الدولي زيلنسكي وقالت أنه نابولي أو إدارة نابولي ما عندهاش ما يمنع رحيل اللاعب شرط أنها تحصل على مقابل مالي جيد جدا في صفقة الانتقال دي وذلك أنتم عارفين طبعا سواء أهلي سواء اتحاد سواء هلال سواء نصر ويمكن شفنا نسخة النصر هارد لاب طبعا لنادي زمالك اللي خرج من البطولة العربية بعد عرض قوي الحقيقة أمام النصر السعودي شفنا طبعا ساديو ماني وظهوره الأول إلى جوار رونالدو وإلى جوار تاليسكا وقائمة من النجوم تمتد لكن خليني أقول لحضراتكم احنا عندنا بروزوبيتش من انتر ميلان عندنا فيرمينيو من ليفر بول عندنا بنزيمة من ريال عندنا ساديو ماني من باير ميونيخ يعني ما فيش دوري مش تحت منظار في الأندية السعودية يعني خده من الإنجليزي خده من الأسباني خده من الألماني خده من الإيطالي كاليدو كوليبالي طبعا رياض محرز من السيتي كوليبالي من أرسنل أدوارد مينتي ميندي لعب تشلسي فيرمينيو ليفر بول زي ما قلت لكم الكلام على مين خده بالكم هو يمكن يعني احنا نتكلم في احتمالات احتماليات ضعيفة جدا لكن كل الصفقات دي وكل الأسماء دي كانت في البداية احتمالات ضعيفة جدا يعني لما تقال انه بنزيمة بنزيمة هيروح للتحاد كان الكلام انه يعني صعب قوي وراجل جاي من بطولة ليجة في أسبانيا ومحقق كازا تشامبيونز ديج وبيلعب في ريال مادريد صعب رونالدو كان بيخلص في اليوفي ومن بعدها في منشستر فترة استراحة محارب يعني فلما ينتقل كانت مفاجأة برضو ما كانتش مفاجأة لكن لما ينتقل ممكن تكون متوقعة وقريبة وخصوصا انه العرض المالي صعب انه يترفض للاعب في مرحلة كريستان رونالدو لكن منزمة كانت صعبة او مع ذلك تمت وصولا بقى يعني تابع انت كل الصفقات كده فيرمينيو مطلوب في البارسا يعني اللعب يلعب في ليفر بول في أهم دوري في انجلترا محقق بطولات زي تشامبيونز ليج زي بريمير ليج مطلوب يروح الليجة وفين في برشلونة الفريق واحد من أهم الفرق الشعبية وجمهرية على سطح الكورلة الأرضية هيلعب في الكامب نو هينفس على بطولات كبيرة جدا او مع ذلك فيرمينيو في الأهل السعودي الكلام على مين بقى ارجع تاني وابتدي الحكاية من الأول الكلام على مصلاح اه مصلاح مصلاح اللي بدأ فترة اعداده والعلاقة بينه بين يورجين كلوب والعلاقة بينه بين جماهير الليفر وارقامه مع ليفر بول اللي بتقول انه حط نفسه في مكانة النجوم التاريخية لفريق بحجم ليفر بول وحق ألقاب كبيرة جدا مين بينافس اه او مين بيهدد بقاء صلاح في ليفر بول اتحاد جدا اتحاد جدا اللي عنده رغبة في انه ينتدب محمد صلاح عشان يكمل التشكيلة الهجومية تتكلم على الفابينيو طبعا زميل صلاح في الليفر اللي انتقل بالفعل اتحاد جدا بتتكلم على انجولو كانتي واحد من افضل لعيبة في خط النص في العالم تتكلم على كريم بن زيمة وبالتالي وجود صلاح واحد من اهداف اتحاد جدا لكن هل تحدث الصفقة وتتم فعلا هل صلاح ممكن يستغنى عن المجد اللي حققه في ليفر بول مع الاخد في الاعتبار طبعا عمر محمد صلاح لانه يقينا العرض المالي اللي قدم ممكن ما يتقدمش مرة تانية لمحمد صلاح بصرف النظر عن مستوى طيب نروح لفصل ونرجع نبص نظرة كده على الموسم اللي خلص ده الموسم اللي استمر لمدة 11 شهر اشغال رياضية شقة استمرت الحقيقة من اول لحظة من اول مباراة من اول صفارة حكم في مباراة الاتحاد المنستيري في بطولة افريقيا دوري الابطال اللي توج بيها النادي الاهلي وصورا لمباراة دور التمانية في كاس مصر 11 شهر لفت فيهم النادي الاهلي العالم كله ووجهت ابطال من كل القرات ونجحت في الفوز بكل الالقاب والبطولات خلينا نتكلم على موسم فات وخلص وانتهى وعلى موسم جاي شكله وملامحه وتتكتب ازاي مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار كابتر ماهر همام ضفنا في السادسة بعد الفاصل تقدر تقول كده انه العنوان الرئيسي للموسم ده انه مكاسب الاهلي بالجملة والمكاسب مش بس القاب او بطولات لكن اعتقد انه في حاجات كتيرة جدا تقدر تقول عليها مكاسب تبني عليها للاهلي في المستقبل وفي المواسم اللي جاية وتحديدا الموسم القدم اللي بشوفه موسم استثنائي على الكرة المصرية بشكل عام وعلى الاهلي بشكل خاص استثنائي من حيث امتداده وطوله ونوعية بطولاته وعدد مبارياته اللي هتمثل احمال كبيرة جدا على لعبتنا وعلى اجهزتنا الفنية سواء كنت بتكلم على منتخب مصر الاول والاوليمبي او كنت بتكلم طبعا عن نادي الاهلي اللي هيخد غمار منافسات من العيارة التقيل اهمها واصحابها طبعا بطولة كاس العالم وبطولة دولة الافريقي او المسمى القديم بتاعها السوبرليك خلينا نتكلم الاول على مكاسب الاهلي السنة دي اللي اتحايت وازاي نحافظ عليها وايه المنتظر من فرقتنا فيه ما هو قادم مع النجم الكبير كابتن ماير همام اللي بشرفني النهاردة بوجوده معايا في السادسة مسأخرة اهلا نحمد اهلا بيك مبروك طبعا موسم يعني موسم ما يتقالش عليه غير الف مليون مبروك موسم ممكن حتى اكتر الاهلوية تفاولا ما كانتش يتوقع سيناريو بالشكل ده من بدايته لنهايته وخصوصا في ظل طبعا قيادة مرسل كولر الاولى اول ما واسمه مع النادي الاهلي فلازم ابتدي معاك الحلقة ومبروك على موسم امتد ال 11 شهر خلصناه والخميس بالتأهل لقبل نهايك اسم الله أبارك فيك طبعا مبروك للنادي الاهلي ومنظومة النادي الاهلي ككل مجلس ادارة جهاز فني لعبين ده مهير الاهلي العظيمة في كل مكان عايز ولك حاجة احمد طبعا موسم بيتكتب في تاريخ النادي الاهلي يعني احنا هنتكلم على 115 سنة انجازات هنلاقي ان السنة دي بالذات سنة من ضمن السنوات اللي لها مميزات كثيرة جدا من ناحة الادارية من ناحة الفنية وكمان موسم بيتحسب للعبة دي يعني لعبة دي بتكتب اسمها في تاريخ النادي الاهلي الناس اللي مش هتنسى التاريخ ده بالذات اللي هو موسم 22-23 لان الموسم ده كان فيه حاجات جميلة جدا انتصارات فنية وانتصارات إدارية واختيارات لعيبة واختيار مدر فني على مستوى ونضج قاروي بشكل كبير استمتعنا به في موسم قوي جدا جدا للنادي الاهلي العائد من سنتين اخفاقات وانناس كانت زعلانا اوى كابتن مهر والله يعني بيح الدوري بنسبالنا برضا بطولة بطولة طبعا لكن في نفس الوقت انت قادر تحقق بطولات مراكز في كاس العالم بتلعب بطولة افريقيا اربع نهائي متتاليين بتكسب بينهم ثلاثة فيعني اعتقد برضو انه لما تيجي تحسب على الفاتورة اجمالا يعني شيء طبيعي ومنطقي بالفريق من 2019 ما خدش فترة راحة غير اسبوعين انه يحقق الالقاب دي كلها ده شيء انا الحقيقة بحس انه جماهية النادي الاهلي يمكن رغم انه الجيل ده متماس جدا عن مستوى الارقام والنتاج لكن بحس انه جماهية النادي الاهلي ظلمة الجيل ده بشكل يعني بشكل غريب عن كل الاجيال اللي سابقت كل الاجيال فيها نجوم طبعا كل الاجيال اللي هي بطولات وارقام لكن ما حسيتش في جيل ظلم زي الجيل ده والله يا احمد هسأقول الحال جمهور النادي الاهلي عمره ما بظلم حد انه جمهور النادي الاهلي بيعشق الكيان وفي نفس الوقت بيعشق الناس اللي بتمثل هذا الكيان فجمهور النادي الاهلي طول عمره طول عمره بصراحة يعني عنده صبره ومصابرة وبيساند بشكل كبير جدا حتى السنتين اللي فاتوا دول الناس وقفت وناس شجعت وناس حابت وكمان عايز طبعا يعني أكافئ اللعبة لأن اللعبة كمان استحملت الضغطات زي ما أنت قلت الإصابات والإجهاد ومع هذا موسم بالنسبة لنا كان موسم جيد جدا بشكل كبير واللعبة يعني قدرت أن هي ترد بقى ترد في الملعب من خلال البطولات من خلال أداءهم فده حاجة بتحسب للعبة الجيل ده بالذات وزي ما احنا بنقول كده أن طول عمرنا خلاص يعني احنا هنتكلم على مميزات السنة دي هنلاقي حاجات كثيرة جدا من ناحية الإدارية طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي اللي استفاد بشكل كبير جدا في السنتين اللي فاتوا وزي ما أقول لك الخبرات كل مدى بتزيد الاستفادة أن الناس بدأت فعلا كابتن قدر خطيب ومجلس إدارته بدأوا يعني ياخدوا قراراته وقرارات كلها كانت إيجابية من خلال الكورة من خلال الإدارة بتاعتهم يعني شوفنا طبعا صرق كبير أكثر مجلس إدارة يتهاجم على قرارات سبحان الله يعني يتهاجم على موسيماني يتهاجم على فيلر في الأول يتهاجم على موسيماني من بعده يتهاجم على مارسل كولر يتهاجم على أسماء الصفقات ما حصلتش يتهاجم على أسماء الصفقات حصلت لكن في النهاية وده يخدنا النقطة مهمة كابتن ماهي يقينا يعني أنا ما حضرتش لا فاطلة كابتن صالح سليم ولا كابتن حسر حمدي ولا كابتن حسر حمدي ما قصدش ما حضرت يا كنت كان مشجع موجود وبتابع طبعا لكن قصد أقول ما حضرتش التفاصيل لكن يقينا طول عمري انطباعي وأعتقد انطباع أغلب الأهلوية أنه ما فيش قرار في الندي الأهلي ما بيبقاش مدروس ما بيبقاش قرار مفعالي وقرار وليد لحظة أو وليد صدفة يبقى قرار مدروس ومبني على رؤية للمستقبل وما فيش قرار فردي بالزرط دايما القرار قرار مؤسسي يتم منقشته ويتم الاتفاق عليه والسياخته النهاردة فيه قرارات طبعا تولي كابتن خالد بيبو مسؤولات مدير كورة في الفري الأول خلفا طبعا الكابتن خلوك سيد عبد الحفيز والصاحب مشوار عطاء كبير جدا للنادي الأهلي وكابتن وليد سليمان كرئيس القطاع الناشئي شايف ده ازاي وتقول ايه للتلات أسماء اللي بالتأكيد ايا كان اسم المنصب اللي بيتولوه بالتأكيد علاقتهم مع الأهلي مستمرة ورحلة عطاءهم عندي شك مع الأهلي هتفضل مستمرة حنتكلم عن الجزء الأولين اللي هو مجلس إدارات النادي الأهلي اللي بيتواصلوا مع بعض من مية وخمستاشة سنة أو ألف سرمائة وسبعة إلى يومنا هذا كل المجالس اللي أدارة اللي انت ذكرتهم يحمد زي ما انت قلت كده فعلا كانوا أولا من أقوى الشخصيات اللي موجودة ولاد النادي عندهم الخبرة الإدارية الخبرة الفنية قراتهم كلها كانت قرات جامعية يعني كانت الناس زمان تقولك كيف صالح سليم يعني بعظامته ده يعني يعني ده كان أكتر واحد كان ديمقراطي كان قراره بيخص المجلس لا أنا سبع لما كان حد يجي يكلمه في النادي هو قاعد يعني بين عضاء انت جاي تكلمني ليه يعني يروح كلم المسؤول عن عدد شيء عن ملف فإحنا تعودنا كده وتربين على كده فالنهار ده كل مجلس من دون مشخصيات المحترمة اللي انت ذكرت طبعا الله رحمهم بقى اللي توفوا والموجودين الحالية دي مساحة يا رب كل واحد من المجالس دي خدم بما يرضي الله وبعدين هو بيرحل بيسلم الرأي اللي بعده فمن هنا الخبرات المجالس إدارات النادي اللي نضجت بشكل كبير جدا واخرها بقى طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي هو عاش بقى مع الكابتن حسن حمدي عاش مع صالح سليم عاش مع عبد صالح الوحش عاش مع كل الرؤساء الاندية اللي عملوا بصمة بشكل كبير جدا في النادي الاهلي ومع هذا كمان وهو بشعبيته دي والنجمياته دي أحسن عيف أفريقيا وأحسن عيف العلم العربي وأحسن عيف قرى مصرية مع هذا تهاجم وسبحان الله الخبرات بقى والصبر والمصابرة والتحمل اللي موجود عليه هو ومجلسه زي ما أنت قلت الصبر في القرار الهدوء في القرار التأني في القرار وبعد كده يطلع قرار سبحان الله يطلع قرار في محله وبعدين القرار ده كمان يحمد بيخدم بقى يعني يخدم لسنوات فإحنا شوفنا مثلا من ضمن القرارات اللي أخدها كابتال محمد الخطيب أعطاء راحة للعيبة الدوليين والمحترفين اللي هما استمروا في الدور العام أو استمرارهم لمدة سنتين متوصلتين فطبعا الإصابات ضربت والإجهاد ضربت هؤلاء اللاعبين فجالنا القرار بقى القرار اللي احنا كمان بنبنى عليه السنة الجميلة اللي احنا بنحكي عليها قرار حتة راحة اللعيبة وشوحنا بعد كده الروحة دي عامت في اللعيبة اللعيبة موسم ولا أجمل ولا أحلى من موسم فعلا من الجنب الإداري والجنب الفني للعيبة النادي الأهلي بالبطولات اللي حقوا وان شاء الله كمان خلال البطولات القادمة الجزء التاني من السؤال بقى طبعا حضرتك النجوم القبار اللي هما عاشوا مع النادي الأهلي كلاعيبة وعاشوا مع النادي الأهلي كأداريين ولما بتطلب منهم كلهم بيلبو خالب بيبو كان ابن من ابناء النادي الأهلي خلال الفترة الماضية وكان لعب من العبة المميزة قدر يدير أو يترشح لي رئيس قطاع ناشئين مع الرجل الأجنابي التيشيكي اللي كان موجود عمله طبعا سنتين من أجمل السنوات شفنا خروج أكتر من لاعب من مولادنا الناشئين للفريق الأول بعد كده القرار اللي استجد خلال الفترة اللي فاتت من لجنة التخطيط الكابتن محمود الخطيب السيد عبد الحفيز اللي أنا بعتبره من أفضل مديرين الكورة اللي جنف في الحتة دي بصراحة يعني سيد ابن من ابناء النادي الأهلي المخلصين كلاعب خد بك أتمار من حاجة يعني لما بنيجي نتكلم على مديرين الكورة في النادي الأهلي هم نتكلم على أسماء تريد مارك كبيرة جدا كبيرة جدا وكبتن سبت البطل وكبتن صالح سليم كمدير كور وكبتن صالح سليم طبعا لكن في النهاية الحاجات المستجدات اللي حصلت في صناعة الرياضة في مصر أو صناعة كورة القدم في مصر المستجدات اللي دخلت المستويات اللي احنا وصلنا لها طرق التعامل والسوشال ميديا كل متغيرات دي بالتأكيد كان لها تأثير وبالتأكيد قدرات سيدة على التعامل معها برضو أضفت لرصيده الكتير جدا فده دي نقطة برضو تتحطى في الاعتبار وده الحقيقة يمكن يعني ربنا يوفقه طبعا إن شاء الله خالد صديق عزيز وواحد من الشخصيات المحترمة وواحد من الناس اللي يعجبني في خالد حقيقة أنه دايما عنده الرغبة والقدرة عنه يشتغل على نفسه ويطور من نفسه وإن شاء الله ربنا يوفقه في المنصب الجديد زي ما قلتك كده يحمد طول عمر ما جالس قدرة النادي بتربي كوادر يعني أنا بحكي لك مثلا على الكابتن حسن الحمد يوم دير كورة الجاي بكابتن زيزو مساعد لي يعني بص يعني الكابتن حسن عارف إنه حيقعد مرحلة أو مرحلتين وبعد كده حييرحل من يكمل بقى المشوار الرجل المساعد دي كابتن زيزو بتاريخه باسمه يكتسب الكلام ده فدي مزة النادي الأهلي يعني مثلا لما وليد سليمان بطل وطلب منه إنه يحضر الدرسات وبعد كده قدر يتحطف مكان يتحطف مكان كمساعد الأول لخالب بيبه وبعد ذو سبحان الله طبعا زي بولك إنه نتطول عمرنا من ربي كوادر ودي مزة المجلس إيه تحديات اللي هتواجه خالد من وجهة نظر هو إيه التحديات وإيه النصايح اللي كابتن ماري هو طبعا خالد من اللعبة كانوا الموهوبين لما اشتغل في قطاع النشئين في الجانب الإدار والجانب الفني أكيد اكتسب مع الخواجل التشيكي اكتسب حاجات كثيرة جدا منها الشخصية منها أربوا للعيبة منها إنه هو كمان اسمه اسمه كلعيب كان في النادي الأهلي ومنتخم مصر اسمه برضك يدي ثقة للعبين مهم إنه اللعيب يعني لما ياخد منصب إداري كان يبقى يعني لي نجومية أو يعني هالة أو طبعا تفرق في الفورة لبس تفرق كتير جدا اللعيب بدك عرف بيتعامل مع مين بيتكلم مع مين خالد بيبو اللعيب الدولي اللعيب الخدم المدلقه لي اللي عنده الخبرات جاي في مهمة تكملت المشوار بعد زميله ويهمه كمان إنه ينجح عايز أقول الحكاية أحمد كمان ملابه مع بعض مجلس الإدارة كمان يعني أقول إنه سيد مرايبين آه لابه مع بعض آه يجيله لابه مع بعض آه وهي دي حلاوة لا لا وهي دي حلاوة إن أنا بسلم الراية بأن الجيل اللي بعد اللي هو زي ما أنت أقولت صديقي وفي نفس الوقت موجود في الكرير وعنده جانب الإداري وجانب الفني وشخصيته وبعدين عايز أقول لك كمان دي بلدك ميزة ميزة الكابتر محضو الخطيب ولجنة التخطيط إنه إنه في ظهر في ظهر مدير القرى اللي يمدير القرى هو حلقة الواصل اللي بين الجهاز واللعبين ومجلس الإدارة آه فمش أول مرة التواصل ده أخد بالك موجود موجود باله سنتين ثلاثة مع كابتر محضو الخطيب ولجنة التخطيط وخالب بيبه كرسل قطع نشيئ وهي الصلاحيات اللي بياخدها مدير القرى من المجلس طبعا من المجلس الصلاحيات كمان مهمة زل ما حضرتك قلت كده الصلاحيات كمان مهمة جدا جدا وعايز أقول كمان الالتزام يعني يعني برضك مدير القرى ده أول واحد بيجي يفتح النادي وآخر واحد بيمشي وتملق رائع من اللعيبة مجاز الفني قط اللبس بتاعت الأهلي صعبة يعني فكرة أنك أنت تبقى عندك لعيبة كلها نجوم بره القضة دي في سبعين ولا تمانين مليون مستنين لك وقفل لك على كل مباراة حيحزبوك على السقطة واللقطة زي ما بيقولوا أنك بتعال مع جهاز فني أجنبي ثقافة مختلفة أنك داخل على موسم يمكن يكون أصعب موسم يعني حيب يقولوا عن موسم ده صعب وإلى كد يكون مستحيل الموسم اللي جاء أصعب منه صحب فبتقي كلها تحديات قداب خالد يعني علي إن شاء الله وإن شاء الله يكون قد المسؤولية وينجح فيها أكيد قط اللبس صعبة أحمد لو ما فيهاش التزام يعني ودي مش موجودة في قاموس النادي الأهلي واساس النادي الأهلي يعني طول عمر قط اللبس في النادي الأهلي ملتزمة اللعيبة اللي موجودين حاليا من أقدم اللعيبة اللي بتشوفها يعني عمرنا ما سمعنا الشكوى من أي لعيب من اللعيبة دي بصراحة ولا حتى اللعيب من اللعيبة دي خرج على النطاق وحتى لما بيحصل خرج على النظام اللي بيعجبني في مدرسة الأهلي بصراف نظر على الأسماء مش بكلم على واقع بعيدها يعني بصراحة لما بيحصل أول حد بيحترف بخطأه بفجرة العقوبة تمامي بصراحة حيث أن اللعب بس بس متقبل لكن بيقول أنا آسف إن أنا يعني خرجت على النصر وهو دي حلاوة قط اللبس وهو دي حلاوة مبادئ النادي الأهلي واللعيبة دي خلاص نضجت عارفة إلي ليها واللي عليها عارفة إن فيه ليحة بتدير قط اللبس بانضباط بشكل بير جدا عارفة إن وراء الليحة دي مدير قورة قوي اسم عنده عنده من الخبرات الإدارية خبرات الفنية طبعا مستندة لجنة التخطيط بيكادة كابت المحمد الخطيب في ظهره كل الاعتبارات دي بتبقى موجودة في قط اللبس واللعيب بيبقى حاضطها في الحزبان أعارف إن رحيل سيد حييجي واحد بيكمل مشور سيد يعني واحد تاني بيكمل مشور سيد يهمه إنه ينجح وطاقت سيد وخبراته موجودة أتخذناها تكون مفيدة في حاجات كتير جانب وهو ده التواصل بقى أحمد الجميل في السؤال بتبقى حضرتك بقى إن مليون في المية حيبقى فيه أعداد ورشة عمل بين سيد وبين خربيبه في كل حاجة فنيا وإداريا وتنظيميا ومستقبليا ودي حلوة الناد الأهلي السيد مش حيبعد عننا السيد حيبقى موجود لإن إحنا خبر السيد وشخصية السيد وإداء السيد صعب جدا الناد الأهلي نستجمع عنه أكيد الكابتال محمد الخطيب بلجم التخطيط فيه شركة الكورة موجودة وممكن يبقى التفكير أنا آسف بس أنا أقل حاجة للموجة للطيار الكلام متاخد على أنه أو فيه ناس بتحاول تواصل الأهلي بيع سيد عبد الحفيز في حين أنه لتفكير جالي على طول ورد جدا أنه سيد يبقى وصل لحد الكمال والتمام في الحتة دي وقدراته وخبراته ممكن تبقى أفضل وأفيد في منصب تاني يعني ممكن يبقى الموضوع بينك وسين كده على سبيل الترقية إحنا مش بنستغنى عن سيد لأ إحنا هنستخدم قدرات سيد دي ونوظفها في مكان تاني ناخد منه أفضل وممكن يبقى أعداد لسيد برضو على حاجة تانية بالضبط أنت تفضلت أحمد في بداية كلامك أن المكان ده ورد علي مين كابتن صالح وكابتن حسن حمدي وكابتن زيزو وحسام البدري وثابت البطل ورد عليها عظماء في هذا المكان فعايز أقول لحضرتك يعني مفيش حد حيفضل قاعد في المكان بتاعه ده على طول طبعا سبحان الله يعني على الفكرة أنا في واحد من الحوارات سيد ده الحفيز هو شخصيا كان بيقول كده بالضبط لك مفيش حد يمشتري الكورسي وفين كان أبلي سيد كان مين يا كابتن أحمد ومن اللي كان قابله ومن اللي بعده هو بيقول في كلمة قاله له كابتن سابت البطل الله يرحمه وقالك إنه لو كان دائمت لغيرك ما كانتش وصلت لك وهو أهل شخصيا أنا مقتنع جدا جدا بالكلام ده لأن سيد من الشخصيات المتوضع وولد حبوب كدا ابن من نادي الأهلي فعلا المخلصين صحيح يمكن القرى ما ديتهوش وهو بيلعب لكن الديته وهو كمدير القرى دولة من أفضل مديرين القرى اللي جون في تاريخ نادي الأهلي فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي اكتسبها سيد بشكل كبير جدا حبه لجمهير نادي الأهلي حبه للاعبه وبتهيأ لي كمان أنه الردود الأفعال بتاع جمهير نادي الأهلي بتعكس يعني بتعكس كلامي أنه فكرة أنه كابتن سيد هو يعني أحور أحاديث الناس اللي يومين دول أول أهلوية ده بتعكس قد أنه الناس حبت سيد عبد الحفيز وقدرت تماما مشارعة طوال أصعب شيئلة وليد سليمان شيئلة 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 صعبة جدا وتقيلة جدا وتحدي كبير قدام وليد يعني هو وليد بردك يعني سبحان الله عشان لسة كبداية طبعا أكيد خد بالك أنه الناس النهاردة مش بس الناس كابتن ماهر الناس والظروف أنت شايف النهاردة يعني حجم الصفقات اللي بيعملها الخليج العربي والأرقام بتعاملت زي فيه إمكانيات مادية هائلة بالتأكيد هتأثر على السوق عندنا في مصر هنا أنت بتنفسهم في سوق أفريقي وبتنفسهم في سوق عربي لاتيني ممكن إلى حد ما شوية يعني ممكن نفكر فيه وبالتالي النسي بتدفع أرقام وبالتأكيد أي حاجة ظهرت في أفريقيا هيبقى سهلة جدا وبالتالي قطع الناشئين بالنسبة لك ظروف الاقتصادية سعر العملة كل دي حاجات أكيد الإقدارة بتفكر فيها وهي بتعمل أو بتفكر في مستقبل فريق الكورة فبالتالي قطع الناشئين أعتقد هيكون واحد من أهم الحلول للأهلي في السنوات اللي جاية أو السنوات القادمة من ناحية الاعتماد على أنه إما أنه يضخ مواهب جديدة تقدر تستفيد بيها فنان في الفريق أو تستفيد بيها مديا في تسويها وباحها للخارج وهو دي السياسة من النادي الأهلي يعني أكيد لجنة تخطيط كابتا محمد الخطيب بيعب بالاستراتيجية منها الاهتمام بقطع ناشئ أكيد بردك فيه وحتى شركة الكورة أكيد طبعا فيه اهتمام بشكل كبير جدا وليد حيبقى له دور كبير جدا خلال الفترة اللي جاية في الجزئية دي لأن بردك وليد خلاص اتنقل من حتة لعب محترف إلى إداري محترف أكيد طبعا حيستعين بوجود خلال بيبه بشكل كبير جدا حيستعين بوجود سيد عبد الحفيز بشكل كبير جدا طبعا ما تشوفش أنه مارسل كولر لازم يعني إذا كان مارسل كولر قدم أوراق اعتماده ومن الواضح كدا أنه الموسم ده هنتكلم على مشروع ممكن يمتد لسنوات طويلة إن شاء الله موجود مارسل كولر إن شاء الله مع الأهلي مدرب أثبت كفاءة وحازع على ثقة الجمهور ودي حاجة صعبة بالنسبة لأي مدير فاني إنه من سنة أولى الجماهير تقول لك مارسل كولر تمام العلامة الكامل فمش شايف إنه مارسل كولر ممكن يبقى ليد أو تدخل أو تنصيق أمعرفش المسمى ممكن يكون إيه مع قطاع الناشئين في النادي الأهلي هو سؤال جميل يا أحمد من خلال برنامجك بصراحة يعني أتمنى أتمنى لك بالتخطيط الكابتن محمد الخطيب إن إحنا زي فيتوريا ما عمل مع المنتخب الأول الرجل شارك مع المدير الفني في اختيارات اللعيبة بالنسبة للمنتخب اللومبي شارك مع القطاع اللي موجود تحت بالنسبة للتنظيم الإداري أو التنظيم الفني فأتمنى أتمنى طبعا أن يبقى لجنة تخطيب بكابتن محمد الخطيب إن يحطوا في الاستراتيجية إن كولر محتاجينه برضا نستفاد من خبرته في حتة التنظيمية تحت بالنسبة للجانب الفني أو الجانب الإداري مش عايز أقول باستمرية لكن هو الرجل بيتابع اللي أنا عرفته بيتابع قطاع النشئين من خلال الاستعانة بالولاد اللي هو بيحتاجهم في المبارات الحبية ومن خلال الولاد دول من خلال التدريبات معاهم ومن خلال السلوكيات وانضباطهم من ناحة الإدارية ومن ناحة الفني بيبدأ يقيمهم فدي برضاك مهمة برضاك يا أحمد يعني كل ما بسأل الكبات الكبار الناس كلها لما بتتفع على حاجة في مارسل كولر أو أكتر حاجة لفتة نظر الناس في مارسل كولر إنه الرجل بشتغل بشكل علمي وفكرة الشكل العلمي ده إحنا بنفتقده هنا في مصر فكرة إنه التأسيس كمان من تحت للعيبة الصغيرة أنا طبعا بسمع إن فكرة إنك أنت تعلم الصغير ده شيء صعب جدا يعني الناس تتخيل إنه إنك أنت دايما بتجيب مديرين فنين للفرس تيم لأنه الاهتمام والجماهرية والبطولات مع الفرس تيم لكن فكرة إنك أنت التأسيس من تحت من الناشئين براعن بقى وناشئين ده شيء صعب جدا ومحتاج النواحي العلمية أكتر منها الخبرات فأعتقد إنه بما إنه الميزة الأهم في مارسل كولر إنه بيعتمد على النواحي العلمية ممكن يبقى مفيد جدا لحد زي كابتن وليد سليمان في خطاع الناشئين وكبان ياعمد زي ما أنت ذكرت كده وتفضلت كمان أنا فاكر السنة اللي فاتت كان أسامة حسني أسامة خرج راح عمل معايشة مع بايا مونيخ فدي بدك من ضمن الحاجات اللي إحنا لازم دلوقتي نبدأ نفعلها ونشتغل عليها ولسه ما نقضى نوديه قطاع من القطاعات الكبيرة في أوروبا يتعايش مع الأكاديميات أيكس على فكرة أيكس وبروسيا دورتموند هنا بقى مش قصة ألقاب وبطولات قصة الأندية اللي بتفرق لكل أوروبا كل يعني أيكس أمستدام كنت لسه بتكلم في حلقة يوم الأربع كل سنة يروح بايع خمس ست لعيبة فتقول الفرقة هتقع تلاقي السنة اللي بعدها في خمس ست لعيبة يكسروا الدنيا يبيع خمس ست لعيبة فأكس بن فيكا في بورتغال بوسيا دورتموند ليبزيج ساليسبرج الأندية دي في أوروبا صحيح ما بتجيبش ألقاب وبطولات بس دايما عندها قطعات الناشئين على أعلى مستقر فالنهاردة المانع أننا يبقى فيه معايشة للجزئية بتاعت الأكاديميات وإزاي الأكاديميات دي نتعامل معاها من ناحية الفنية من ناحية الإدارية إزاي البراعم إزاي الناشئين فده دور ببك مهم جدا لجم التخطيط أننا أقدر أبعث ولادي معايشة جميلة جدا يكتسف فيها خبرات بشكل كبير وهو ده الاكتساب الخبرات بيه يحصل نوع من التطوير في القطاع الموجود قطاع الناشئين في النادي الأهلي طيب إزاي امتهيت الرقاة مع كابتن ماهر بالكلام على موسم نجح يهمنا وعينين عيون جماهير نادي الأهلي كلها على الموسم اللي جاي واحد المركاتو الذي لم ينتهي بعد السؤال عن المهاجم السفقات اللي أتمها بالفعل نادي الأهلي وتم الأعلان عنها زي إمام وردة سليم عودت بعض الأسماء للمشاركة مع نادي الأهلي مرة تانية والأسماء اللي تقدر تراهن عليها أنها ممكن تكون إضافة حقيقية ويمكن بشوف أنه كريم ندفد واحد من الأسماء دي اللي ممكن تراهن عليه بشكل كبير جدا في الموسم الجاي ويعتبر صفقة عودت أكرم وكريم اللي بالتأكيد لتنين كانوا قوة ضربة كل الكلام ده والموسم اللي جاي والمركاتو والصفقات هنتكلم عليهم مع كابتن ماهر لكن بعد الفاصل مرة تانية أهلا بيكم في السادسة وبرحب طبعا بنجمنا الكبير وضفنا النهاردة في السادسة كابتن كبير ماهر همام أهلا بككابتن ماهر أهلا كابتن أحمد كنا بن درد الشان هو كابتن ماهر في الصفقات فيها في منها اللي انفعت قال على هوا وفي منها اللي لسه شوية لكن خليني ياخد رأي كابتن ماهر في الصفقتين اللي تم الإعلان عنهم إمام عشور ريدا سليم اللي جاي طبعا من الجيش الملكي المغربي وإمام من متلاند الدنماركي شاف الصفقتين دول إزاي وحجم الإضافة اللي ممكن يكونوا على سكواد الأهل يعني في الموسم اللي جاي وهو الحمد لله أحمد إحنا يعني احتياجنا للعيبة أو الأماكن على الخريطة اللي رسمها مستر قولر الحمد لله احتياجات مش كتير إن احنا عندنا في كل مكان فيه لعيب وفيه مش عايز أقول البديل اللي بيكمل المشوار صحيح فعندنا حوالي أكتر من 25 عشر لعيب 27 لعيب هايلين بصراحة يعني هو الموسم اللي جاي ضرب نارة كابت الله انت عايز فائتين صحيح طبعا محتاج بقى أسفل التنم جد يعني بالزبط كده لنجد رايح لموسم قوي جدا وهو سبحان الله هو طول عمر ندل أهلي كل المواسم بنسباله قوي بس مفيش موسم عد عليك زي اللي جاي ده ده حيانة أقوى يعني أنت أنت يكفيك طبعا مشاركة الدوليين مع منتخباتهم عندك منتخب أولمبي في أولمبيات وعندك منتخب أول عندك كاس عالم تصفيات وعندك بطولة أمم أفريقيا ده كل الأفبوسم واحد وزيد عليهم بقى إنك هتلعب كاس عالم وتلعب البطولات تلعبها كل سنة كاس عالم وبطولة دوري أبطال أفريقيا وكاس قديم وكاس جديد ودوري وهيزيد عليها كمان مشاركة في بطولة السوبر ليج أو اللي هي الدوري الأفريقيا زي ما سمها التحاد الأفريقي فبالتالي عدد المباريات شكل المنافسة حجم المنافسين امتداد الموسم موسم مستحيل يعني إحنا نهينا نهينا بستين مباراة الموسم ده يا أحمد ممكن موسم جاي العدد ده يزيد طب لكن عاز أطمينك لغير مشاركات الدولية طبعا يعني أنت ما كانش عندك أمم أفريقيا وما كانش عندك أوليبيا أنا عاز بس أطمينك أقولك إن ده الموسم اللي إحنا نهينا فيه وحناخد راحة فيه وحنبدأ فتر إعداد من جديد طبعا دي برضا ما كانتش موجودة في الثالث سنين اللي فاتش وكنا بنعاني ويعيني الظلم فيها المسلماني واللي بعد المسلماني حتى مستر كولر لما جيه نفس كلام الظلم بتفرق لما الصفقات الجديدة تخش مع الفريق من بداية الموسم جدا بتفرق جدا لأنه برضا اللي ما عرفنش نحكم عليه هم يعيني جنف وسط الطريق يعني غير خالد وغير مروان دول ولاد بلدنا يعني عرفنهم وعرفننا وفاهمننا ونظام لكن قندوسي وكريستو وكريستو يعيني جايين برضاك الدنيا صعبة يعني برضاك هو عيني عايز يزمي توجوده عايز يقول لرجلنا هو صفقة فعلا رابحة أنا جدير لنكون إنت رأيك فيها كابتن ما والله ما لعبة كويس بصراحة حتى الاختيرات الجديدة بالنسبة للعشور وبالنسبة السليم أنا شايف صفقتين كمان من العرس سقيل بصراحة في أماكن كمان إحنا محتاجينها إزا بقولك أن الراجل عمل خريطة بشكل كبير جدا ما بيحطش إيده على الاحتياجات إلا إذا كان هو بقى خلاص صاحب القرر أول أخير الأول كانت الأمور لسه إيه رأيك في ده لا هو دلوقتي هو اللي بيشوف هو اللي بيقرر وهي دي يعني الحاجة الكويسة إن مثل كلها هو دلوقتي الصاحب قرر أول أخير في اختياراته للعيبة هو اختياره للولدين اللي ذكرنا أسمعهم عشور ورداء أنا شايف لعيبة لعيبة عندها كل المقاومات السرعة والرشاقة والمرونة والمهارة والتصويب وإجادة الأهداف والاختريقات بقى نوحها حتى الأماكن يعني أنت بدك من ضمن الحاجات رضا بيلعب ناحية لبين ويقدر لعب ناحية الشمال ويقدر لعب صانع لاب يعني كمان حتة اللي احنا بيسميها كده الجوكر أنت بتبقى محتاج في كل خط عندك لعيب جوكر واثنين جوكر يخدموك في بعض الأماكن حتى كريم اللي راجعين من الإصابة كريم وأكرم كريم وأكرم نفس المقاومات دي بدك من ضمن الحاجات اللي إن شاء الله هو خط نص الأهلي يعني يعني اللي ما فيه شك فيه إنه خط النص الأهلي بقى بسموها إيه قفل ومفتاح يعني خلاص تقريبا صح كده ولا ولا أنا أقول بتا حاجة ضب ومفتاح ضب ومفتاح عليه خداج أحمد مش من دلوقتي إحنا بان ما يمكن تلات أربع سنين أقوى خطوطنا نص منعبنا صحيح صحيح بس بس وبرده محدش كان متوقع إنه مروان يعني يجي ويعمل كده يعني صح ديانجي مفهوش 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 صح ضيف عليهم طبعا السلية خبرات وواحد من من كبات الفريق وقائد ويعرف يعني قريدور جوه الملعب وبرر الملعب إمام عشور عودة كريب ندفد عندي أفشل السندي النص التالي من الموسم تحسن الدفاعي بالنسبة لأفشل حاجة جديدة برجن جديدة برجن جديدة نصة جديدة من حمل مجدي أفشا عندي كوكا صعد الواعد عندي فخري صعد الواعد فيعني قط نص كريم الدبسي كمان إحمد الراجل بيشيد بيه بشكل كبير جدا يعني بعض الناس وعلي معلول يا جماعة يا جماعة علي معلول الخبرات دي حاجة جميلة لسه علي قدامه كمان سنة سنة 23 كمان إن شاء الله بس احنا البديل بقى المركز من المراكز اللي احنا اتكلمنا فيها في الحداشر في الملعب بما فيهم رأس الحربة يعني لو كنت على كهرباء هداف شريف هداف لاتنين وانت بتكلم انك محتاج مهاجم بس عندك اتنين ممكن يعدونا يعدو لك ويعملوا الدول ده بمتنى النجاح وحتى بقية المراكز باك يمين هتلاقي هاني وهتلاقي خالد وهتلاقي كريم وهتلاقي أكرم نص الملعب وعندك طاهر عندك كريستو صاعد وعد وحتى في خط الضهر لكن في النهاية المركز ده تحديدا في الموسم اللي جاي ده صعبك انت محتاج محتاج رأس حربة وزي ما قلت لك ان الراجل معجب او بالدبسي كريم اه كريم دبسي اه وحيفر معاه في فترة الأعداد اللي جاية اه هيبدأ بقى كمان يعرف حقلية الراجل عايز ايه يفكر في ايه هيبدأ انقله عجبك كريم يعني كريم شايف انك كريم ممكن يبقى هنا في الجزء ده ان شاء الله لعب كويس وبعدين كمان فرصة انك انت مسك الأعلى عالمعلوم يبقى قدامك هتكتسب بينه ازاي بقى الحركة تحرك الباص الزكاء الكروس ازاي طلع تحت القوة بتحت القورة ازاي هاجم ازاي دافع ازاي اميل كل الحاجات دي فرصة ياحمد انك انت معاك لعيب من افضل لعيبة اللي وجم في المحترفين في التاريخ السبع سين او العشر سين اللي فاتوا اي ففرصة بالنسبة لكريم انه يستفاد وغيره مش هو بس اسألك سؤال كرة كابتن مار فضل اوقات كتير جدا وحصلته ممكن يديك امثلة كتير اخيرها كريم فؤاد بالمناسبة لعيبة تم اعادة اكتشافها لعيبة مدفعين وانت طبعا واحد من اهم المدفعين اللي جمعون في تاريخ مصر بس لعيبة مدفعين بيبقى عندهم مهارة الهداف فممكن مدير فن يجي يروح ايه يعيد توظيفه فيبقى مؤثر هجومية لكن العكس الصحيح العكس ما بشوفوش بيحصل كتير ان اللعيب يبقى مهاجم ويتعود يلعب ليه دور هجومي ترجعوا يبقى لينا واحد دفعية ليه بقول لحك السؤال ده لانه مثلا مثلا يعني خلييني اروح مع حق لبعيد شوية كريستو بشوفه لعيب عنده مقاومات هيلة جدا صغير في السن عنده كورة واضح انها عالية جدا عنده سرعة كويسة جدا بس هو توظيفه طول عمره ونجاحه في الحد من فوق هو انا مثلا ما يفعش كمارسل كده بفكر في ان انا عظف كريستو ده بك شمال مثلا يعني انا حدربك امثلة يمكن اجيال نحن كانت موجودة فيها السؤال الجامل اللي انت سألته ده يعني اقول لك مثلا مصطف ينس بدأ راس حربة وبعدين رحنا مرجعينه مساكل فبقى عنده عنده دراية ازاي يتعامل مع راس الحربة هو كرس حربة هو راس حربة اه لما رجع بقى مدافع بقى يقفل عليه ازاي يطع منه ازاي يعني واخبالك ابريم يوسف كان نص ملعب مهاجم نص ملعب على طول كان نص ملعب اه فروح انا مرجعينه مدافع اه مرجعينه لبرو اي فبقى يعني غزال غزال المكان ده اي ففي حاجات زم انت ذكرت كده احمد ممكن مدير الفني طب انا عايز اقول لك حاجة مكريم كان بلعب بقرايت صحيح وبعدين جناح ومكسر الدنيا جناح ومكسر الدنيا نفس الكلام اكرم اكرم بلعب نص ملعب بقى يمين علامي بقى يمين علامي فهي يعني ممكن الضو ممكن يعني الراجل بس هو هي بس انت بتحتاج لما بيجيب من قدام لورا نمرة واحد لازم يكون عندك الوجبات الدفعية يعني اي بس خد بالك انه معلول على ما اتذكر عشان بس محدش على ما اتذكر في الصفاقسي ما كانش مدافع صريع بلعب هاف اه بلعب هاف هاف لما جي لأهلي بقى باكلافت فقصد اقول انه وعلى فكرة وده واضح في مثال عالي انه هجوميا مؤثر جدا مع الفريق سواء في التسجيل او في الصناعة يعني دهش تقول انه ارقام عالي دي في مشواره مع الاهلي ارقام مدافع بالعكس دي ارقام مهاجم وصنع العلعب كمان اطراف الملعب ممكن لكن هي مش كما بتبقى التلاتة الورا او الاتنين الورا المساكين لان صعب ان ده كمان يختارك لو اختارك الدنيا حتبقى لكن للا اطراف لما بتطير وطبعا انت كنادي اهلي صعب جدا انك انت يعني عندك اطرافك او جناحاتك كلها لازم يبقى يبقى مهاريين وعندهم الجانب الهجومي مش اقل من 8% الجانب الدفاعي بيبقى 20% ممكن في الارتداد خفيف في تغطية في ميلان لكن بيوم بيبقى المساكين وبيوم بي اللي تريد الديفندر يعني دي بغضك من طرق اللعب النادي الاهلي بيقدر يستجلها بشكل كبير جدا فعشان كده انا شايفين حالي معلول اللي هو مهاجم على طول شايفين نهاني مهاجم على طول لانك انت مش خايف انه بتقبقى فيه صغرة لان فيه ناس بتقدر تميل وتقدر تتغطي في الواجبات اللي بتطلب منها طيب فيه 3 اسماء راجعين اه على زحمة راجعين على ضرب نار والتلاتة ان كان السبب يعني في ابتعادهم سواء ندفد بالاعارة او كريم واكرم للاصابة التلاتة كانوا في حالة تقلق شديدة جدا يعني اكرم توفيق كان اساسي منتخب مصر وكان اساسي نادي اهلي كريم فؤاد كان هداف الفرقة مع توظيف مستر كولر ليه في بداية المسم كجناح يمين وكريم ندفد قدم مسم كويس جدا مع فيوتر التلاتة دول راجعين اكرم راجع على تقلق محمد هاني كريم لو رجع هيبقى داخل على اكرم لو الخواجة فكر فيه وراء فيبقى راجع على اكرم وهاني اللي هو يعني كان الله فعونه ولو طلع على قدام فعنده بتاو رضا وطاهر والشحات وكريم ندفد يعني حدث ولا حرك داخل على خط نص يعني كلهم نجوم كبار جدا فشايفوا رصهم ازاي وايه المطلوب منهم عشان الاهل يقدر يستفيد بيهم عشان هم يقدروا يرجعوا يحجزوا مكانهم الاساسي بالنسبة للبنين المصابين يحمل بس نضمن شفاقهم اي كريم الموسم اللي فات بحقيه طبعا انه قدام موسم جميل جيد جدا وده ميزة الاعارة اللي النادي الاهل بيعملها اي انك انت بيبعثك فرقة من الفرق الدور الممتاز تحتك بشكل كبير جدا بتكنسب خبرات وبتاخد الاجواء وبتاخد الثقة لما بترجع للنادي الاهلي بيبقى المنافسة شريفة زي ما احنا قلنا تفضلت انت في اول كلامك ان موسم قوي موسم عدد مباراته حيعد السبعين وتبعين مباراة فالنهاردة كل لعب من دول اللي احنا ذكرنا اسمعهم حيبقى ليه دور ودور مؤسر بشكل كبير جدا يعنيش انا اسف على انا قطعت اجابتك هرجع لات عشان وقتي بس فيش مخرج من قصة الموسم اللي جاي دي صعب 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 يعني احنا باننا مش باننا ترى تربع سين لا احنا باننا باننا احنا الجنب بعد الاقتراحات قالوا الربطة والاتحاد ممكن بادور واحد دور عام دور واحد يعني احنا بنزود ده قالت كاس السوبر بقى اربع فرق بعد ما كان في الاتين وفيه كاس تاني هيتم مش عارف استحداثه كاس النيل طب نرجع تاني للتلاتة دول شايف ازاي وتوظيفهم فين يعني الاستخدام الأمثل لهم زي ما كانوا بيلعبوا اقرب يرجع باك يمين كريم يرجع جناح يمين نتفد يلعب قلب الملعب ممكن يبقى تعويد بعتقد ان التروفايله ممكن يبقى قريب من حمدي شوية وكريم يرجع باك يمين مع هاني هو دور مستر كولر طبعا والجهاز الفني وطبعا مستر كولر هو الخريطة من خلاله الخريطة الفنية هو هيبدأ يدور اللعبة دي يحمد حسب احتياجات المكان اللي ممكن يحصل فيه خلال بتهالي برضو في فتنك ببعاك كزا لعب في الفرق طبعا يلعب في اماكن كتيرة دي طبعا احنا بلوح عليها باللغة الفنية الجواكر اي يعني انت تملي يا احمد وانت في الخريطة كده بتحط الاسماء باماكنها وبعدين في الاخر بتروح مطلع واحد اتنين تلاتة التلاتة اربع العيبة دول بيبوا جواكر للاماكن كلها اي للاماكن كلها نص الملعب وخط الظهر والمهاجمين ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتفرح لما عندك تيم عندك فيه اكتر من تلاتة اربع جواكر يقدروا يعني يسندو لك اي صغر بتحصل فبما فيها يعني توفيق من ربنا صحنا وتعالى فانا عايز اقول مستر قولر الحمد لله ربعا انه هو طبعا في المنتاج السعادة في الدنيا انه هو جي المكان الصح انا بدأ لي هو شخصية ما كانت سيحلم بالتحق صعب جدا انك انت تحلم وانت راجل محترف في اوروبا انك تيجي المنطقة العربية ومنطقة الافريقية وتاخد اربع خمس مطلات ولسه ان شاء الله المطلات القادمة فده بيبقى طبعا عايز اقولك اكتر واحد سعيد في المنظومة ككل هو مستر قولر في النجاحات اللي حصل وكمان معاه لعبة تساعد انت كمان لعبة النادي الاهلي دلوقتي اصبحت من افضل لعبة اللي موجودة في افريقيا والعالم العري وزي ما قلنا برضك احنا يا جماعة احنا بالنافس ريال مدريد احنا في حتة في حتة تانية في الكل العربية وكل الأسيوية والافريقية فالنهاردة النادي الاهلي كنت تتمنى الاهلي يشارك في البطولة العربية انا كنت تتمنى بصراحة انا كنت نفسي لكن طبعا يعيني انا مش فق عليهم جدا لا انا كنت تتمنى لو احنا مثلا في فترة الادات دي ونطلع على البطولة نتفرج نتفرج عن حلاوة والاداء بالعبة النادي الاهلي في بطولة زي دي لكن طبعا انا بتمنى لهم التوفيق زي ما قلنا موسم ان شاء الله قوي عندنا فاطل الاعداد ان شاء الله حسب ما الجهاز الفن هيقرر زي كات المانيا لان المانيا من المحطات اللي احنا بنحبها واللي عاما بترتاح فيها بشكل كبير ومن خلال فاطل الاعداد دي حننقل على موسم قوي ان شاء الله بإذن الله نبدأ بإذن الله نجحتنا وبطولاتنا بإذن الله مدرسة شمال أفريقيا تكسب دلوقتي على مستوى المحترفين الأجانب ما عندنا في الفرقة قندوسي معلول كريستو رضا اربعة في مقابل برسي تاود بزرط هم بصراحة انا شايف ان هم زينا وريبين مننا وكمان فيهم ميزة كمان هم عندهم جلد جابت جدا وبعدين عندهم قلب يعني لعيبة عندها روع شمال أفريقيا كلها تلاقي الزحلاء والتكلن والاحتكاك يعني عندهم مقاومات احنا محتاجينها وبنقدر ان الصغر بشكل كبير فأنا شايف ان شبال أفريقيا يعني ومش من النهاردة بس يا أحمد دوبالهم تلت اربع قبل سنين لك حين معنا مش احنا بس يمكن مع كل الدور يمكن اللي موجودة على الساحة في الدور الممتاز معلوماتك ايه عن صفقة المهاجم والله يعني انا شايف سيزر دا ولا سيزر دا ولا سوزر دا سوزة سوزة دا مستافو سوزة اه يعني مهاجم قوي جدا مهاجم هداف وكمان يمكن ظروفه كمان هتساعدنا ان هو خلال اربع خمس تشهر حيب حر او سبعة تشهر حاجة زي كده جاي فممكن نبدأ به في في يناير في يناير اه اه تبقى يعني قريبة في سبيلنا معلوش مشاكل بقى مش هتخش في مشاكل بقى هنا او سماصرة وكلام من دا ومبالغ كبيرة وطالبين مش عارف ايه وكلام من دا فيعني ممكن يكتمل الشكل الفريق بالمهاجم ولا تعتقد نفيسي افاقات تانية بعد لا لا يكتمل يكتمل بشكل كبير اي يعني ده اللي احنا محتاجينه وفعلا واضح اول اللي فاتوا دول متأسرين بشكل كبير جدا بعدم موجود لكن انا بحقيقة هربط على المصراح انه بيقدي في هذا المكان شريف بدأ يرجع لمكانه الطبيعي في التهديف مرة تانية هنحتاج بكل اللحظة المسم اللي جاي ما تقضيش تعتمد على رأس حربة واحد وهو ده المكان نحمد اللي بتلك عليه بيحصل فيه هلك جامد جدا حايز بدأ لبديل اتنين وممكن تلاتة ومكان قلب الدفاع صحيح بعدك عايز اتنين وحايز بديل اتنين ترشح حد ده كابتن مار لا احنا الحمد بالله يعني الامور ماشية بالموجودين وربنا بس يبعد عنه من الاصابة ان شاء الله خلال الفترة جاية بزيلا ان شاء الله بزيلا موسم موفق فيه الاهلي كل الالقابة لتسعة جماهير ومبروك على موسم اللي فات كابتن مهد وان شاء الله كمان سنة من دلوقتي ان شاء الله نبقى بنتقابله وباركلك برضو على موسم نجح للناد دين اهلي وللكل الاهلوية بشكرك على وجودك وانا شهر رفتنا وانا وقتنا في السادسة نسعد بيك والله دايما شكرين جدا بشكر حضراتكم على المتابعة بكرة حلقة جديدة من السادسة تحياتي لكم